أهلاً بمشاهدي قناة عصر العلوم تسير عملية إزالة سقف المنصة الرئيسية في ملعب ابن بطوطة بطنجا بوتيرة متسارعة حيث تستخدم معدات ثقيلة ومتخصصة في إزالة الأعمدة والأغطية ودعامات الهيكل الأساسي للسقف القديم تتم هذه العملية بكل حرص واحترافية للحفاظ على سلامة العمال وتفادي وقوع أي حوادث خطيرة نظراً لطبيعة هذا النوع من الأشغال التي تنجز على ارتفاعات شاهقة وتتطلب خبرة عالية ودقة متناهية تهدف هذه الخطوة إلى إزالة الجزء المغطى من ملعب طنجة الكبير بشكل نهائي تمهيداً لوصول السقف الجديد الذي يتميز بتصميم عصري وجودة فائقة سيتكون السقف الجديد من ألياف الكربون المقاومة للظروف المناخية القاسية والتي ستغطي الملعب بأكمله تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتحويل ملعب طنجة إلى تحفة معمارية تلبي المواصفات العالمية وتليق بمكانة المغرب كبلد مضياف للأحداث الرياضية الدولية الكبرى حيث سيتمتع الملعب بسقف متطور يوفر بيئة مثالية لإقامة المباريات في ظروف المناخية مختلفة بعد الانتهاء من عملية إزالة السقف القديم بالكامل ستبدأ مرحلة جديدة تتمثل في تركيب السقف الجديد باستخدام أحدث التقنيات والمواد المتطورة حيث ستتولى شركات متخصصة هذه المهمة الضخمة معتمدة على فرق عمل ذات خبرة عالية في مجال البناء والهندسة المعمارية ستشكل هذه العملية الضخمة نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية للمغرب وستعزز من قدرة البلاد على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية بكل احترافية كما ستساهم في جعل ملعب طنجة واحدا من أبرز معالم المدينة وستعكس الطموح المغربي في امتلاك منشآت رياضية تضاهي أرقى المعايير الدولية أشكركم على متابعتكم الدائمة لقناة عصر العلوم ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتصلكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر